سأقدم لكم خلاصة ذهبية لدين العترة الطاهرة عبر البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك خلاصة خلاصة ذهبية مجزة لدين العترة الطاهرة الدين مثل ما هو حل هو مشكلة وفي واقع الحياة الدنيوية الدين يمثل مشكلة كبيرة جداً لماذا؟ المشكلة في الدين نفسه الجواب كلا المشكلة ليست في الدين الصحيح نفسه المشكلة في الأديان البديلة في الدين المزيف في الأديان المصطنعة والتي يعتقد الناس من أنها هي هذه الأديان الصحيحة المشكلة هنا والمشكلة الأخرى علاقة الناس بالدين حتى لو كان الدين صحيحاً مع أننا لا نمتلك ديناً صحيحاً الأديان الموجودة على وجه الأرض أديان مزورة لا أتحدث عن الأديان الأرضية الأديان الأرضية أساساً أنشأها أنشأها الناس أنشأها البشر لا علاقة لنا بها الأديان التي توصف بأنها سماوية أتحدث عن أديان الأنبياء ديانات النبوات ديانات أنبياء السماء ديانات محرفة مزورة حرفوها أمم الأنبياء حرفت الأديان قطعاً بيد رجال الدين المحرفون الحقيقيون للأديان هم رجال الدين وهذا التحريف مستمر ليس له من توقف رجال الدين في كل الديانات يشتغلون ليلة نهار في تحريف الدين في كل الديانات من دون استثناء لكننا نحن الذين نقول إننا شيعة نتحدث عن مشكلتنا عن مشكلتنا في الواقع الشيعي الديني بشكل سريع أشير إلى أنواعي علاقة الناس بالدين وهذا ليس موجوداً في واقعنا الشيعي فقط لكنني أوجه نظري إلى واقعنا الشيعي أولاً هناك أناس يحاربون الدين لن أقف طويلاً عند هذه العناوين إنما أذكركم فقط أولاً هناك أناس يحاربون الدين وكثيرونهم في هذا العالم يحاربون الدين الذي هم يعيشون في أجوائه هناك أناس يحاربون الدين يحاربونه فكرياً اقتصادياً عسكرياً بكل هذه الوسائل والأساليب هناك أناس يحاربون الدين ثانياً هناك أناس لا يعبئهن بالدين هناك أناس يجعلون الدين وسيلة لتحصيل الدنيا وهذا ما يفعله رجال الدين رجال الدين رجال السياسة خصوصاً الذين يدعون أنهم متدينون يوظفون الدين لتحقيق مصالح الدنيا وكثير من أصحاب رؤوس الأموال أيضاً إذن هناك أناس يحاربون الدين هناك أناس لا يعبئون بالدين هناك أناس يوظفون الدين لأجل الدنيا هناك أناس يجدون الدين شيئاً من أشياء الحياة وأشياء الحياة في بعض الأحيان تكون مربحة وفي بعض الأحيان تكون مخسرة فهم يتعاملون مع الدين على أساس الربح والخسارة لأن الدين شيء من أشياء الحياة خامساً هناك من يتعاملون مع الدين على أنه أمر موروث إنه تراث وأمر واقع ولذا يتحول إلى عادة ويصبح الدفاع عن بمثابة الدفاع عن الروابط والعلاقات الأسرية والبيئية والمجتمعية الدين تراث شيء موروث وأمر واقع في حياتنا ولذا تختلف الأجيال هنا هذا فكر الأجيال القديمة أما فكر الأجيال الجديدة فإنهم لا يعبؤون بالدين سادساً هناك من يتعامل مع الدين كالأعراف المجتمعية والأعراف العشائرية والقبلية وكثيرون هؤلاء في البلاد العربية خصوصاً من كبار السن هناك من يتعامل مع الدين على أنه شيء رسمي ولذا فإن دينه هو الدين الرسمي بحسب البروتوكولات الرسمية وبحسب الرموز الرسمية التي تصدرها المؤسسة الدينية الرسمية أكانت تابعة للحكومة أم كانت تابعة لمجموعة من الناس فالدين هو الدين الرسمي بغض النظر هل هو على حق هل هو على باطل وهذا هو الذي عليه رجال الدين السنة في الأعم الأغلب وهناك من يتعامل مع الدين بحسب قناعاته الشخصية فما يقتنع به أنه جزء من الدين يصبح جزءاً من الدين بالنسبة له وما لا يقتنع به بأنه ليس مهماً أو أنه ليس جزءاً من الدين فيصبح حينئذ ليس جزءاً من الدين وكثيرون من مثل هؤلاء فهم قد يلتزمون بالصلاة والصيام ولكنهم لا يلتزمون بالأحكام الأخرى وإذا ما بحثت عن قناعاتهم فإنها تنشأ من تربية مجتمعية أو من أنها تعتمد على معلومات بسيطة جداً بالنتيجة هناك من يجعل الدين رهينة لقناعاته الشخصية نذهب إلى فاصل تاسعاً هناك من يتعامل مع الدين وكأنه حزب من الأحزاب الأحزاب قد تكون سياسية قد تكون اجتماعية قد تكون وقد تكون التنظيمات الإسلامية في الأجواء السنية أو الشيعية تتعامل مع الدين وكأنه تنظيم حزبي ولذا بمرور الأيام يتحول تنظيمهم الحزبي إلى بديل عن الدين وقلت لكم ليس بالضرورة أن يكون التنظيم السياسية المرجعية الشيعية هي الأخرى نوع من أنواع التنظيم العمل لأجل المرجعية يتحول إلى دين فيصبح عمل المرجعية ديناً بديلاً عن دين العترة الطاهرة ولذا يصبح المرجع المرجع الديني بديلاً عن إمام زماننا هذا هو الواقع الموجود فدين النجف وكربلاء هناك من عنده تنظيم سياسي وجعل التنظيم السياسي بديلاً عن الدين وهناك من هو متورط في الشأن المرجعي فجعل منظومة المرجعية بديلاً عن الدين عاشراً وهذا شأن الدخيين الدخيون دينهم يجعلونه وسيلة لتحقيق دنيا الآخر هم لا يحصلون شيئاً من دينهم وإنما يجعلون دينهم وسيلة لتحقيق دنيا الآخرين هؤلاء الذين يقضون حياتهم في خدمة مراجع النجف وكربلاء على اختلاف مستويات الخدمة ويجعلون أنفسهم ودينهم رهينة عند هؤلاء وبسبب هؤلاء يعلو شأن المرجعية وبسبب هؤلاء تكثر أموال المرجعية وبسبب هؤلاء تتسع سلطة المرجعية في النجف وكربلاء وهؤلاء وهؤلاء الديخيون لا ينتفعون لا لدينهم ولا لدنياهم الذين ينتفعون من المراجع هم الذين يعرفون حقيقة المراجع ذون اللوقية العظامة اللقامة هذه المجموعات الحبربش ذون سرسرية يعرفون حقيقة المراجع ولذا ينتفعون منهم ولا يبالون بهم يظهرون الولاء لهم علنا لكن إذا ما اشتدت الخطوب فإنهم أول المتبرئين من هؤلاء المراجع أما الديخيون عوام الشيعة فإنهم يجعلون دينهم رهينة عند هؤلاء المراجع السفلة الأنذال والمراجع السفلة الأنذال يستغلونهم تماما الاستغلال وبالتالي فإن الديخيين ما عندهم من دين يكون لأجل تحقيق دنيا هؤلاء المراجع وهم لا ينتفعون شيئا لا لدنياهم ولا لدينهم وأعتقد أن الحالة هذه هي الحالة الأسوأ المراجع دينهم دين الشياطين فيجعلون منظومة المرجعية بديلاً عن الدين ويستغلون الديخيين من أتباعهم الحمير وهؤلاء يقدمون دينهم وسيلة وهم يعتقدون أنهم يقومون بأفضل عمل ديني يقدمون دينهم وسيلة لتحقيق دنيا الآخرين من دون أن يصل إليهم أي نفع لا من النفع الدنيوي ولا من النفع الديني أساساً لا دين عندهما أولى دينهم دين مزيف ولذا فإن إمامنا الصادقة في رواية التقليد وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة يمنعونهم عن قصد الحق المصيب يحولون فيما بينهم وبين الوصول إلى إمام زمانهم هذه كلمات أئمتنا ما هي كلمات الدين الذي تريد المؤسسة الدينية في الأعم الأغلب أن تنشره بين أتباعها وهذا الأمر ليس خاصاً بمراجع الشيعة وإنما هذا الأمر موجود عند الفرق الباطنية من أمثال النصيريين وأشباههم من أمثال الدروس والبهرة وسائر المجموعات الإسماعيلية وكذلك الصوفيون مشايخ الطريقة يحاولون أن يجعلوا الدين بهذا التعبير يجعلون الدين علاقة مع الله عبر رجال الدين الدين علاقة مع الله عبر رجال الدين ويقفزون على الأنبياء والأوصياء يضعون أسماءهم لخداع جماهير الناس وإلا فإن حقيقة الدين عند الصوفيين وعند البهرة وعند الإسماعيليين وعند النصيريين وعند الدروس وعند سائر الفرق الأخرى وعند مراجع النجف وكربلاء الدين علاقة مع الله عبر رجال الدين وهذا هو الحال نفسه في الفاتيكان عند رجال الدين المسيحي وحتى في الديانات الأخرى لكننا نتحدث الآن في أجوائنا يكون الدين حينئذ علاقة مع الله عبر رجال الدين وهذا أخطر دين وأضل دين لأن عوام الناس تخدع به وهكذا خدعت الشيعة هذه أنواع العلاقات التي نراها واضحة في الناس وهم وهم يبنون علاقتهم مع الله يبنون علاقتهم مع الدين رفضا أو قبولا وإذعانا على اختلاف المستويات أما الباحثون عن الدين الصحيح في واقعنا الإسلامي فإن الباحثين عن الدين الصحيح يبحثون في الاتجاه غير الصحيح الذين تحولوا من التسنن إلى التشيع هم لم يتحولوا إلى دين العترة الطاهرة وإنما انتقلوا من المذهب المالكي مثلا من المذهب الحنفي مثلا إلى المذهب الطوسي من مذهب عباسي إلى مذهب عباسي آخر لم ينتقلوا إلى دين العترة صحيح أنهم بحثوا ودخلوا من بوابة حديث الثقلين لكنهم لم يكونوا على اطلاع على الفقه الصحيح لحديث الثقلين حديث الثقلين محرف لفظيا ومعنويا وقد مر كل هذا علينا فهم جاءوا من دين محرف عبر بوابة محرفة إلى مذهب محرف ولذا فإن الذين انتقلوا من التسنن إلى التشيع لم ينتقلوا إلى دين جديد إلى دين صحيح لم ينتقلوا إلى دين محمد الذي هو دين العترة صلى الله على رسول الله وعلى عترته الطاهرة انتقلوا من مذهب عباسي وسخ إلى مذهب عباسي أوسخ سقيفة بني طوسي ألعنوا من سقيفة بني ساعد سقيفة بني طوسي أنجسوا من سقيفة بني ساعد سقيفة بني طوسي أشد عداء على العترة الطاهرة من سقيفة بني ساعد هذا هو الذي تحقق على أرض الواقع هناك من يدعي من أنه يبحث عن دين الحجة بن الحسن إنهم يبحثون عن دين الحجة بن الحسن بحسب أهوائهم هذه الفرق والمجموعات على اختلاف أشكالها يبحثون معتمدين على جهلهم هم أساساً هم أساساً لا يعرفون منهج البحث عن الدين بحسب ثقافة العترة الطاهرة فهم يبحثون بحسب جهلهم وبحسب أهوائهم بعيداً عن حقائق العقل السليم وبعيداً عن حقائق القرآن الكريم بتفسير علي وآل علي وبعيداً عن منهج المعاريض الذي وضعه لنا أئمتنا في فهم حديثهم وكثيرون هؤلاء يبحثون عن دين إمام زمانهم ولكنهم يبحثون عن دين إمام زمانهم بجهلهم وبحسب أهوائهم المشكلة عويصة عويصة لأنما بني على فاسد سيكون فاسداً وهذه مشكلة الدين الدين في أصله حل وما هو بمشكلة ولكن أين هو هذا الدين الذي يكون حلاً ليس بأي دين الدين تعرض إلى تحريف هائل ولذا فإن البحث عن الدين الصحيح يحتاج من أن نعرف الطريق الصحيح في الوصول إلى الدين الصحيح حديث الثقلين بوابة علينا أن نعرف حديث الثقلين من دون تحريف من دون تحريف اللفظيين ومن دون تحريف معنويين قطعاً التحريف المعنوي أخطر من التحريف اللفظي تريليونات المرات ولذا مشكلة عليكم بالبيعتين إنها بيعة الغدير وبيعة قائم آل محمد بيعة إمام زماننا عليكم بالبيعتين وعليكم بالبراءة من السقيفتين اللعينتين من سقيفة بني ساعدة ومن سقيفة بني طوسي وحذاري حذاري من أصحاب العمائم ولابد أن تعرفوا من أن قاعدة أن الصواب في خلاف أعداء العترة تنطبق بنحو أقوى وأقوى وأقوى على مراجع النجف وكربلا من أن تنطبق على علماء الأزهري وعلماء الوهابية في السعودية وغيرها هذه القاعدة قاعدة أن الصواب في خلافهم تنطبق انطباقا حقيقيا وبنحو قوي جدا على مراجع النجف وكربلا خصوصا فيما يرتبط بالعقائت وما يرتبط بتفسير القرآن وما يرتبط بالفكر والثقافة الدينية وما يرتبط بقراءة التعريخ وما يرتبط بمعرفة الواقع وما يرتبط بدائرة الولاية والبراءة وما يرتبط بشكل خاص بمعرفة إمام زماننا ومعرفة شؤون الغيبة والظهور وما يرتبط أيضا بأحكام الدين والفتاوى بنسبة كبيرة جدا 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 فإن الصواب في خلاف هؤلاء الكذابين السفلة هؤلاء كذابون ومحرفون